مرحب بحضراتكم مرة تاني وايام قليلة بتفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي ونرجع نسأل يعني هنقدم الساعة ولا هنأخر الساعة طيب احنا ليه بنعمل كده وايه قصة التوقيت الصيفي وهل مصر هي الدولة الوحيدة اللي بتعمل هذا الموضوع ولا فيه دول تاني ونبدأ طبعا نفتح الموضوع كل سنة في نفس التوقيت لما نرجع نقول التوقيت الصيفي طب ليه لغينا في فترة وليه رجعنا نعمل بيه مرتين اسئلة كتير الحقيقة مهم نجاوب عليها في هذا التوقيت قبل بدء العمل التوقيت الصيفي في مصر مش عرفنا يكون موجود معنا الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي اهلا بيك معنا يا دكتور مرسي خير وحاديك وكل سنة مشاهدين اهلا بحاديك فان طيب اولا عايزين نعرف يعني ايه توقيت الصيفي لان احنا برضو كل سنة او كل فترة نرجع نقول هو ده جي منين وليه بنعمل كده ونرجع نسأل نفس الاسئلة دي ببساطة التوقيت الصيفي معناها ان انا هقدم الساعة بتاعتنا الستين ديئة يعني لو الساعة دلوقتي عشرة هتبقى الساعة عشر الساعة عشر تبقى يعني بتبقى اخر خميس في نهاية شهر ابريل وبيستمر معنا لمدة ست شهور من ابريل لحد شهر اكتوبر فبالتالي بيقعد معنا ست شهور الدولة بتقول انا بعمل ده عشان اعمل عملية ترشيد في استخدام الكهرباء لكن خلينا اقول لحدك ان الموضوع اصلا ليه نبذة تاريخية قديمة يعني في مصر بسنا بدأ موضوع التوقيت الصيفي ده بمرسوم بقانون سنة 113 سنة 1945 اعمى مالك فاروق في حكومة النقراشي طب قبل ما نبدأ بس في تاريخه في مصر تاريخه على مستوى العالم اصلا ايه؟ يعني جات منين قصة التوقيت الصيفي؟ هو بدايته كان فيه عالم مختص به النباتات وحاجات زي كده في اوروبا الكلام ده يمكن سنة 1800 وحاجة جات له الفكرة انه يعمل الكلام ده ما استحسنش القبول في اوروبا لكن مع الحرب العالمية بدأت فكرة ترشيد استخدام الطاقة وانه هما يرشلوا استخدام الطاقة فبالتالي محتاج يغير نظام الحياة في اوروبا فلجأوا لفكرة التوقيت الصيفي مع الحرب العالمية الثانية؟ مع الحرب العالمية الثانية احنا هنا في مصر هنا بدأت الفكرة بدأت سنة 1945 تحديدا وفقا القانون بيبرسوم قانون رقم 113 سنة 1945 بدأت اول مرة بنشوف موضوع التوقيت الصيفي واستمر ده بس ولكن بعد طبعا نقدر بنقول صورة 1952 استمر الكلام ده لحد بالتحديد سنة 1957 و1957 تم وضع قانون ليه وانه هو هناك توقيت صيفي والتوقيت الصيفي بيبدأ بفترة معينة وينتهي بفترة معينة بعد كده في سنة 1975 رئيس راحل أنور السادات لغى موضوع التوقيت الصيفي وفضل ملغي فترة كبيرة لحد تحديدا سنة 1982 ما بين الصدور والإلغاء كان إيه الأسباب برضو فوقها في مصر؟ يا وجهت نظر حكومات ما كانتش أكتر ولكن خلينا أقول لحقوقتك أن لو احنا شفنا الفترة اللي هي فترة الخمسينيات كانت فترة مصر كانت بتعاني منها من بعض المشاكل الاقتصادية اللي بالتأكيد النهاردة المشاكل اللي موجودة عندنا مختلفة والأدوات والموارد بالتأكيد مختلفة يعني الفترة في الخمسينيات ما كانش فيه اللومد الليد اللي هي الجديدة ما كانش فيه الاستخدام للطاقة الشمسية ما كانش فيه الهيدروجين الأخضر ما كانش التنوع الطاقة اللي موجودة النهاردة في سنة 1982 بعد مجيء رئيس محمد حسني مبارك رجعنا مرة تاني رجعنا تاني للتوقيت الصيفي وبعد كده من 1982 في 1985 تم إلغاء القرار ده ورجعنا تاني ورجعنا تاني من 1985 رجعنا في 1988 تم تطبيق تاني مرة تانية وحشكنا بقول لها حالك إن هي قصة ما بين صدور القرار ثم إلغاءه يعني تم إلغاءه في سنة 1988 بعد 1988 الفترة من 1988 لحد 1995 ما كانش فيها موضوع التوقيت الصيفي اتلغى في الفترة دي في 1995 تحديدا تم رجوع تاني موضوع التوقيت الصيفي مع وجود برنامج للحكومة اللي موجودة في الوقت ده بإصلاح اقتصادي ومحاولة ترشيد للنفقات وخصخصة بعض الشركات فبالتالي كان من ضمنها إن هو يعمل عملية ترشيد لاستخدام الطاقة وده مشهد مشابه للمشهد اللي احنا فيه حاليا مشابه في بعض الأركان ومختلف في الآخر فضلنا من 1995 لحد 2011 بيحصل التوقيت الصيفي كل ست شهور بيتغير ياما تأخير ياما تقديم وفقاً في التوقيت الصيفي اللي هو في شهر أبريل بنزود الساعة وفي ثم بنخفضها في نهاية أكتوبر دايماً كان ده نفس التوقيت التغيير يعني على مدار كل هذه سنوات والعقود التغيير ثابت دايماً في أبريل وفكتور في أبريل ليه فلسفته إن هو بيعتمد على فصل الربيع وإن بدأت النهاردة الجو بقى أكثر سخونة والشمس بتبقى سطعة فبالتالي هو عايز يوفر الإضاءة ما هو لها فلسفة إن هو عايز يوفر الإضاءة فبالتالي بيخلي الناس تصحى بدل شوية علشان يستفيدوا من ضوء الشمس وبالتالي ضوء الشمس النهاردة بيستفيد منه كإضاءة من جانبه من جانب آخر طبعاً تخفيف الضغط الأحمال وتخفيف الضغط على الموضوع فيما يتعلق بحتى التكيفات الكلام ده فضل لحد 2011 بيتطبق بعد الصورة 2011 تم إلغاء الكلام ده في أيام المجلس العسكري بعد 2011 فضلنا فترة كده ما فيش توقيت لصيفي ولا شيء توقيت واحد بس رجع تاني في 2014 الحكومة اللي كانت موجودة في الوقت ده رجعت موضوع التوقيت الصيفي فضل ولكن كان هناك قرار لنستمر لسنة واحدة لحد 2015 بعد 2015 اتلغى الكلام ده يعني من أول 2016 من أول صيف 2016 لحد صيف اللي هو 23 لما صدر القانون رقم 24 لسنة 23 بعودة القرار بعودة القرار ده والطبق السنة اللي فاتت والسنة دي طبعاً القرار سياري فبالتالي هيتطبق السنة دي طيب احنا عندنا الحقيقة عديد من وجهات النظر يمكن بعض بدأ يتكلم مع عودة التوقيت في هذه الأيام ما بين أنه له جدوى وله تأثير كبير على فكرة ترشيد الالطاقة وتوفير الكهرباء كل هذه الأمور وما بين اللي إلا أنه يعني بلا جدوى حتى كان في بعض الناس قالوا أنه نحن مش هنرجع نطبقه مرتين لأن تأثيره ما كانش كبير حديدك بتمييل لأي من وجهتين النظر وبرضا قيمك ايه للاتنين طيب هقول لحديدك اديني أرقام اديني القرار أنا النهاردة الكلام المعلم من الحكومة أنه هو هيعمل ترشيد لاستخدام الكهرباء 10% من استخدام الكهرباء كلام جميل الساعة اللي بتتغير دي على نطاق الجمهورية بتأثر 10% 10% طيب الكلام ده كلام جميل جدا لأننا كدولة مواردها محدودة عندها خارجة من أزمة اقتصادية العالم كله بيمر بأزمة اقتصادية فبالتالي وعندي كانت أزمة في الدولار وأنا محتاج النهاردة الغاز الطبيعي عشان أصدره تقريبا احنا كنا وصلنا أننا بنصدر حوالي 8 مليون طن بيجيبولي 8 و 4 من 10 مليار دولار وده رقم مهم جدا أنا محتاج الحصيلة الدولارية دي عشان تعززي الاحتياط النقدي الأجنبي اللي موجود في البنك المركزي علشان ما عشي تاني الأزمة الدولارية اللي كانت موجودة وقدت لنقص سلاسة الإمداد والتوريد وقدت لنقص السلع عندي في الأسواق واتوقف عجلة الانتاج أنا مش عايزة عيش الدوامة دي تالي طيب كويس قوي أننا رحيين سكي ترشيد النفقات وده مطلب على فكرة عام لكل الدول النهاردة لإن الاقتصاد النهاردة يا إما تزودي الموارد بتاعتك يا إما تخفضي النفقات يا إما تعملي الاتنين وده الحالة الموثلة ده اللي احنا رحيح له النهاردة طيب لو هو موضوع ترشيد النفقات والنهاردة هيوفر لي 10% في التقل الكهربائي أنا ممكن أقولك أن أنا هحط بقى مستهدف طموح أن أنا أزود 30 أو 40% من الترشيد إزاي النهاردة حضرتك اللمبات الإنارة اللي موجودة على الطرق دي كتير جدا حياتك بتشوفيها بعد طروع الشمس شغالة لها إضاءة الشوارع إضاءة الشوارع وفي حين تاني بتلاقي إن الشوارع ضلمة خالص صحيح فبالتالي مفيش هنا عملية توازن ما بين أن أنا أشغل الكهرباء في أوقات معينة وأن أنا أفصلها في أوقات معينة ده من جانب من جانب تاني معظم اللوحات الجزء كبير طبعا الحكومة بدأت قطعت شوت كبير جدا إنها تشتغل على إحنا عندنا في مصر فيه تعددية في موارد الطاقة أنا عند طاقة الرياح وعند الطاقة الشمسية عند الطاقة الكهربائية ورحين دوقتي الهيدروجين الأخضر فليه ما يكونش تعميم يعني على كل الشوارع نحن نشتغل اللمبات الإنارة دي كلها تكون بالطاقة الشمسية البانارات اللي هي بتاعة الإعلانات اللي موجودة كلها في الشوارع دي كلها بتستخدم بالطاقة الكهربائية العادية اللي هي من موارد الدولة بيستهل الكهرباء أنا عايز أقول لحديك الحاجة قد يكون استهلاكه من الكهرباء أغلى من العائد اللي بتحصل عليه الحكومة بتحصل عليه الدولة من تأجير اليفطات دي أو الأماكن المخصصة للإعلانات لا يعني إزاي حكومة بتخسر دلوقتي لما بتبيع هذه المساحات الإعلانية للشركات إزاي هقول لحديتك لي لأننا النهاردة أنا ببيع له هو بيديني بالجين المحلي صح الشركات الإعلان الدعية والإعلان مصرية بتدفع بالجين المحلي في حين أننا لما بستورد الغاز أو بحتاج عندي الغاز الطبيعي أننا كنت بغده وولد بيه الكهرباء طب ما هو ده دولار فبالتالي هو بيدفع لي بالجين المحلي وأنا بخسر بالدولار لكن أنا ممكن يكون هناك بديل مناسب البديل مناسب أنه هو يقديله حق امتياز لمدة خمس سنين مقابل أنه هو يشتغل الشمسية وبالتالي فأنا هنا حولت الموضوع من طاقة بيستنزفها من الطاقة الكهربائية اللي عندي إلى طاقة جديدة ومتجددة وتستمر لي معاها لمدة خمس سنين يعني يكون بيحط ألوح شمسية فوق هذه الإعلانات بحيث أنه في ساعات النهار ياخد الطاقة بالليل ينور من خلال هذه الطاقة بشكل طبيع مزبوط وممكن كمان تنور لي كمان الجزء اللي حوالين المكان ده كشوارع إضاءة وأنا وفرت التاقة الكهربائية بتاعة الحكومة دي فكرة حاجة تانية نهاردة بنبص على الهيئات الاقتصادية والشركات والوزرات والهيئات الحكومية فيما يسمى بالبدل أو الأوفر تايم الأوفر تايم ده كارثة كبيرة جدا في مصر ليه كارثة كبيرة في مصر خلينا نتفق على حاجة مستوى الدخل في مصر منخفض بالمقارنة بمستويات الدخل سواء في المنطقة العربية أو في دول أوروبا فبالتالي احنا الدخل عندنا منخفض كمان مع معدلات التضخم اللي كانت موجودة وانخفاض قيمة الجنيه أقصاد الدولار فبالتالي الموظفين بيلجوا الحيلة زكية جدا هو عايز تزود المرتب بتاعه من خلال الباب الخلفي أو ما يسمى بالأوفر تايم تمام فبيفضل راكن شغله بيشتغل كم ساعة يروح شغله مثلا الساعة 8 الصبح موعيد انتهاء العمل للأسف بتبقى الساعة 4 التكيف شغال طيب الكهرباء والتكيف ده هم مدعمين من الدولة الدولة النهاردة بتدفع عليهم بالدولار مقابل ان الفطولة اللي بتدفع بالجنيه فبالتالي انا عندي هنا عدم توازن ما بين الدولار والجنيه فبالتالي دايما يكون هناك عجز في الموارد الدولارية لديها احنا هنا منتكلم على المؤسسات والمباني الحكومية ان بعض الموظفين والشركات القطاع الخاص برضو وبعض شركات القطاع الخاص عشان ما نعممش برضو اكيد مش كل الموظفين يكونوا بيمكنوا الشغل يعني فيه ناس بتخلص شغلها وبتحب تزود علشان تكسب بس حتى الناس اللي خلصت شغلها يعني خلينا نقول ان الستوديو ده هو البرتشن اللي احنا شغالين فيه هنقول ان فيه خمسين موظف قاعدين معنا في البرتشن هنا تسعة واربعين او تمانية واربعين واحد اهو الناس دي امينة والناس دي بتخلص شغلها مواعيده وبتمشي تمام يتفضل اتنين الاتنين اللي قاعدين دول بيستيبين الطاقة الكهربائية شغالة بالكامل والتيبين التكييفات شغالة بالكامل ما يتقد القهربائية هنا بتسحب من الموارد بتاعت الدولة حالك عايز مثلا ان احنا نلغي قصة الاوورتايم في بعض الاماكن وانطبق قانون العمل سبع ساعات عمل يتم الإتزام بيهم تمن ساعات عمل يتم الإتزام بيهم ده جانب ان ده هيقدر يوفر لك جزء كبير جدا من فاتورة الكهرباء اللي مدعومة من الدولة ومحطات الكهرباء اللي الدولة بتنفق النهاردة فيها ووجه الطاقة الكهربائية دي بدل ما وجهها للاستهلاك اوجهها للإنتاج من خلال ان انا اتوسع فيه الانتاج الصناعي اللي انا في احواج مليه والدولة النهاردة وضع مستهدف للصناع والتصدير عامة بشكل عام سواء كان الانتاج الصناعي او زراعي التقارير الرسمية اللي منشورة بتقول لي ان السوق الغير رسمي ده يمثل من 50 ل 55% من السوق من الاقتصاد الدولة لو الاقتصاد المويزي عايزين ادي امثلة زي ايه دكتور يعتبر من الاماكن اللي يتعتبر اقتصاد مويزي وبتستهلك طاقة كتير انا كنت تتبع حالاتك في التقريب تعبور سعيد كويس كل محافظة فيها سوق كده السوق ده ليه اسم معين مثلا لو احنا قلنا مثلا القاهرة القديمة محافظة القاهرة هتلاقي عندك مثلا الموسكي والعتبة والسيدة زينة بعض الاسواق التجارية اللي فيها بالملايين بل يقوم بالمليارات نقدر نقول تجارة موجودة بالمليارات هل الدولة بتعرف عنا حاجة الاجابة لأ هل الناس دي معها مستندات سبوتية اللي هو السجل التجاري والبطاقة الضربية وبدفعوا درايب للدولة ومؤمنين على العمال الاجابة لأ بالتأكيد لا الناس زور متهربين من الدرايب فبالتالي هو ضر الدولة أنه هو بيحصل على كافة المرافق سواء كان كهرباء سواء كان ميا سواء كان غاز بياخد كل الكلام ده مدعوم من الدولة في مقابل أنه هو بيتفعش درايب هو متهرب من الدرايب في مقابل أنه مش مؤمن على العمالة اللي عنده في المقابل كمان أن العمالة اللي عنده لما بيحصل لها أي أزمة صحية أو حاجة هو بيروح بيتعالج في المستشفى بتاعت الحكومة فبالتالي هو مش بيساعد الدولة في أي حاجة بالعكس أنا شافه أنه بيستفيد من الدولة أكتر من أنه بيفدى بيستهلك الأهم مرفق اللي هو الكهرباء يعني الكهرباء النهاردة وهو أحد الأهم الموارد اللي موجودة عندي وبالتالي النهاردة أنا لما هتم بحاجة زي الكهرباء أنا هقول له حالياتك مثال صغير خام الكوارتز في مصر مثلا كان بيتم في عهد سابق كان بيتم تصديره كخام رئيسي في حين النهاردة بيتم إضافة عمليات تصنيعية عليه بيدخل في الطاقة الشمسية في الألواح الإلكترونية بيدخل في صناعات كتير جدا وبيدخل في الرمل الزجاجي مثلا على سبيل المثال كل دي صناعات محتاجة طاقة كهربائية كثيفة الاستخدام فبالتالي النهاردة أنا النهاردة لما هتم بلف الطاقة وأقدر أن أنا أرشد ترشيد حقيقي هينعكس بشكل كبير جدا على التنمية في الدولة يعني إذا من كلام حضرتك يمكن دخلنا في تفاصيل كتيرة إحنا كان سؤالنا عن وجتين النظر هل القرار مؤثر أم غير مؤثر فقلنا بالأرقام هو مؤثر لكن بالخطوات العملية نقدر نتجي في اتجاهات أخرى توفر علينا كميات أكبر من الكهرباء عايزة تكلم على باقي دول العالم كيف تتعامل مع فكرة التوقيت الصيفي ممكن لما رجعنا في التاريخ عرفنا أن الموضوع أصلا بدايته أكيد مش في مصر كانت في دول أخرى حاليا إيه من دول العالم بتطبق فكرة التوقيت الصيفي الدول مقسومة نصين نقدر أقول لحياتك أن 60% من دول العالم كلهم ما عندهمش توقيت صيفي 40% من دول العالم فقط عندهم توقيت صيفي الولايات المتحدة الأمريكية نفسها فيها ولايات بتستخدم التوقيت الصيفي في ولايات بتستخدمش توقيت الصيفي احنا عندنا مثلا في الدول العربية عندنا مثلا لبنان عندنا الأردن عندنا الكويت عندنا مثلا فيما يتعلق مثلا في أمريكا الجنوبية عندك مثلا برازيل في دول معينة تستخدم التوقيت الصيفي لكن في دول كتير ما تستخدمش التوقيت الصيفي لكن أنا من وجهة نظري مثلا وإحنا بنتكلم على فكرة التوقيت الصيفي من عدمه هو كل دولة بتحدد احتياجاتها بناء على الظروف بتاعتها يعني لما بنقول مثلا وإحنا بنتكلم كمثال يعني مفيش دولة في العالم بيشتغل فيها المحلات والمولات من الساعة سبعة الصبح حتى الساعة 11 بالليل فترة كبيرة جدا ده يرجعنا نفس فكرة الحكومة أو نفس الهيات الحكومية الموظف فيها بيعني أن ياخد أوفر تايم نفس التفكير بس بشكل مختلف أغلبهم بيقفلوا تجي في ساعة 8 أو 9 تلاقي البلد يعني خلاص هنا في مصر انتي بتشوفي انزلي في أي محلات بقى في وسط البلد في مريض ناصر في مصر الجديدة في أي حتة في أي حتة في مصر هتلاقي المحلات موجودة لحد الساعة 11 بالليل أو النهاردة القانون بيلزمها أنها تقفل الصاعة 11 بالليل معادة طبعا الأيام اللي هتكون فيها عطلات رسمية أو يوم ممكن يديها ساعة سامح لكن في النهاية لما بنيجي نشوف أن المحل يفتح الساعة 10 الصبح يقعد لحد الساعة 11-12 بالليل هي فترة كبيرة جدا الفترة الكبيرة دي احنا ممكن نقصها لو رجعنا شوية أيام الحظر أيام حظر التجوال اللي كان موجود مثلا أيام كورونا كويس طبعا بس خلينا نقول لحياتك أن المحلات كانت شغالة أنت حياتك كمستهلك وأنا كمستهلك ونروح المحلات بنجيب كل الحاجات اللي احنا محتاجينها من المحلات كانت المحلات موجودة وبتبيع وفي نفس الوقت احنا قللنا فترة العمل ما هو أنت كل ما زودتي فترة العمل أولا أنت أضريتي بالحياة الاجتماعية للعامل العامل اللي موجود ده أنا أضريت بالحياة الاجتماعية بتاعتم هو عنده أسرة ومحتاج أنه عنده أولاد يبدأ يبشرهم ويعلمهم ويربيهم فبالتالي أنا أضريت هنا بالحياة الاجتماعية للعامل ده ده من جانب من جانب تاني وده ناحية الاقتصادية الاهم ان النهاردة بنسبة كبيرة المحل او المتجر او المول ده ما هو بيصحب كهرباء من الحكومة وانا محتاج ان انا ادير الموازنة بتاعتي بشكل اكثر زكاءا اقدر حقق بشكل كبير جدا تلمية للدولة فانا محتاج اقدر ارشد الانفاق وارشد الاستهلاك بشكل كبير فلو كانت الدولة بتقول ان انا عايز ارشد الاستهلاك 10% مرحب بك ده لكن في ناحية طبعا 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 انا ما قدرش رد عليها اللي هي الجزء بتاعي ان احنا بنقول الساعة البيولوجية بتاعتنا هتتغير مرتين في السنة دي قصة تانية طبعا بالتأكيد طب يعني اذا حضرتك مع فكرة تقليل ساعات العمل للمحلات او بعض كمان المولات علشان نوفر طاقة قرشيد الطاقة ولكن باستخدام عدة بدائل وليس بديل واحد يعني انا مش مع فكرة ان انا هقول والله ان انا هروح للنظام الصيفي اللي انا لحد ازيل اللحظة هما بيلوا 125 مليون دولار ده الوفر وحوالي 10% من الاستخدام الكل ده طبعا كارقام يعني لو احنا قلنا 25 مليون دولار في دولة زي مصر رقم هزيل جدا وضعيف جدا احنا مصر دولة كبيرة لو قلنا 10% ترشيد في استخدام الكهرباء انا طبعا مع الكلام ده ولكن انا محتاج اخد بدائل اخرى وادوات اخرى اقدر ان انا اوسع المستهدف بتاعي بدلا مولا ان اوسع المستهدف بتاعي ان انا رشد 10% للطاقة طب ليه 20% ليه 40% خاصة لو انا عندي الادوات كدولة ان انا اقدر اسيطر على السوق واقدر اسيطر على المتعاملين في السوق بحيث ان انا اقدر حقق وفرد في ترشيد السلاك الطاقة طيب احنا طبعا بما اننا بنتكلم على الطاقة ما ينفعش نخفل الخطة اللي بتعمل بها الدولة حاليا هي خطة تخفيف الاحمال هل تعتقد ان بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي ده ممكن يأثر على خطة تخفيف الاحمال بشكل ما؟ يعني سواء ان احنا نشوفها الخطة دي ساعات الانقطاع بتقل او بتختفي او ممكن نشوف كمان يعني بيكون بتزيد يعني هل هيكون في تأثير ما يعني في علاقة ما بين الموضوعين؟ اعتقد ان هي وجهة نظري المحدودة ان الاستهلاك هيزيد مع التوقيت الصيفي لاننا النهاردة اولا خليت الليل هو قصير وخليت النهار بقى طويل جدا فبالتالي لما النهار بقى طويل يعني وهو ده اللي كانت بتنظر له الحكومات المتعاقبة كل فترة انها تغير القرار لانها بتبص على سلوك الناس يعني هو سلوك الناس النهاردة ان انا طولت له النهار فالنهار بقى طويل في نفس الوقت هيقدر استخدم التجهيفات بشكل اكبر وبشكل اكثر شراها النهاردة لما بقول ان المولات النهاردة تفضل شغالة لحد الساعة 11 بالليل وهو المول ده بيستهلك كهرباء وبالتالي المول ده بيستقبل بقى مستهلكين يبدأوا يشتروا احتياجاتهم من المولات والمتاجر فبالتالي ان انا هنا انا من ناحية بقول ان انا عايز ارشد استخدام الكهرباء وركزت في عنصر واحد واغفلت بقية العناصر ركزت في العنصر اللي هو بتاع ضربة البداية اللي هو بتاع الصبح اللي هو بتاع ان النور شغال بالمناسبة حتة موضوع النور كنت قلت رحيتك عليه ان العالم كله النهاردة رايح ناحية الهايدروجين الاخضر رايح ناحية الحاجة الخضرة رايح ناحية الاضاءة اللي هي طبيعية الهواء الطبيعي مش التكيفات احنا جزء كبير جدا من المؤسسات الحكومية وحتى شركات القطاع الخاصة النهاردة بقت في موضة ان المبنى يكون بيبص على النيل او كل اللي حواليه فارغ وعنده شبابيك وعنده حاجات جدران زي كده بتبص على الشارع بيبدأ ان هو يقفلها بحيث انه يبدأ يستخدم الكهرباء الصناعية يستخدم التكيف الصناعي اللي هو التكيفات يعني ويغفل تماما الجزء الطبيعي اللي هو الهواء الطبيعي بتا ربنا والنور الطبيعي اللي موجود فبالتالي القرار هنا مع التكنولوجيا المستخدمة او نعرض الموضة الجديدة النهاردة وده ظهرة جدا هتلاقى حتى في البنوك لكل البنوك النهاردة بتبقى عاملة حاجز مسمط بتبقى قفلة المخارج المداخل بتاعتها فيما يتعلق انها تشوف الشارع فبالتالي بتستخدم كهرباء اكتر لكن النهاردة لما اعتمد على الاضاءة الطبيعية اعتمد على الهواء الطبيعي اعتقد انا هخفض فورة كارب طيب مهم برضو نسأل على تأثير هذا القرار على الانتاج لان احنا بنتكلم على تغيير في التوقيت فبنتكلم على برضو يعني اكيد المصانع الشركات وكل هذه الامور توقيت الصيف ازاي بيأثر على عجلة الانتاج هو فيما تعلق بالصناعة في مصر هي بتشتغل ورديات بنظام الورديات فما اعتقدش ان فيه تأثير يعني ما فيش اي سمة ترابط ما بينها ممكن كان في وقت سابق قبل ما كانت الدولة عدد سكانها صغير يعني برضو من ضمن العوامل المؤثرة واحنا بنفكر في الموضوع ده ان تعداد مصر مثلا سنة 95 كان تحت الـ 5 مليون هنهاردة فوق المية وعشرة وعندنا كمان اللي هما الديوف الاجانب اللي موجودين على الارض المصرية وده بيتراوحوا من 15 ل 20 مليون درقم كبير جدا ودول جايين من دولة تانية بعادات مختلفة بثقافات مختلفة بحتى طريقة يعني نقدر نقول ايه وقت النوم بتاحهم مختلف عننا فبالتالي انت النهاردة عندك الدولة هنا فيها عدد سكان كبير فيما تعلق بقى بملف الصناعة وملف الانتاج المعظم المصارعين هذا بشتغل بنظام التلات ورديات الورديات 8 ساعات فبالتالي ما فيش علاقة بينها قوي وما بين موضوع التوقيت الصيفي يعني كده احنا يمكن فهمنا شوية قصة تاريخ التوقيت الصيفي جمنين وعرفنا كمان لماذا تتجه بعض الدول لاتباع هذا القرار وهو يعني استخدام او تغيير التوقيت بما يعرف بالتوقيت الصيفي اللي احنا بنقدر نأكد عليه حاليا يا دكتور ان احنا يوم الخميس الاخير من شهر ابريل هيحصل تغيير في التوقيت انا بشكرك جدا على كل تفاصيل حدرتك ووضحتها لنا كنت معنا دكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي شرفتنا نهرتنا يا دكتور اشكري كيف نشغل حدرتك مشاهدين اطلع فاصل سريع بعد معرفنا قصة التوقيت الصيفي ونرجع نستكمل معاكم بقية فقراتنا وفقرة عن الاستثمار بشكل مختلف في الدهب وتحديدا في سندي الاستثمار بعد الفاصل استنونا